أنت ما دامك شخص أجنبي أنت بالنسبة لهم خطر يعني هم يعانون دول أوروبية الأمريكا نفسها يعانون من الهجرة يسموها الهجرة الشرعية وخاصة الهجرة غير الشرعية وبالتالي أنت تبقى تحت النظر ويحطوك في معسكر ويحطوك في اختبارات ويعني أمور كثيرة مضايقات حتى أنت تكون وفق القالب اللي هم راسمي يعني أنا أعرف هواي عواء الرجعة لأن هم مثلا ما يتقبلون أنه ما عنده سلطة على أولاده وما يتقبلون أنه مثلا موضوع التدريس المثلية والشواذ أجل لك الله بالمدارس هواي أمور عادات أنا قلت لك احنا قد تكون عندنا مشاعرين بها لأن احنا مجتمع متشابه في عاداتنا في تقاليدنا لكن تشوف أنه ما يطلع بره يتفاجأ أنه مثلا أنه لازم زوجتها تكون بمظهر معين وابتها لازم تلبس لبس معين وابنه لازم يصرف معين احنا عندنا سلطة الأب عندنا سلطة الأم عندنا الضوابط المجتمعية عندنا القيم الأخلاقية هو بالإضافة إلى اختلاف العادات والتقاليد المنصدم بها كل تأثر